لحظات فارقة في تاريخ المملكة العربية السعودية تقطع فيها خطوات متلاحقة إلى الخلف وفقاً لما وصفه رواد منصات التواصل الاجتماعية تعليقاً على ظهور أحد التماثيل الشهيرة على إحدى الواجهات البحرية للمملكة وهو ما أثر موجة صخط واسعة فما هي القصة؟ استيقظ أهل المدينة الساحلية على واقعة مثيرة أشعلت الغضب في نفوس المحافظين وأثارت التساؤلات في قواميس الباحثين تمثال للحرية تم تنصيبه على واجهة كورنيش الحمراء بمدينة جدة على سواحل البحر الأحمر يحاكي تمثال الحرية المستقر على خليج نيويورك لاستقبال كل زائري الولايات المتحدة الأمريكية من كل حدب وصوب وارتبط ظهور التمثال المقلد في الحمراء السعودية بفعالية مؤقتة خاصة بموسم جدة تنقل الثقافة الأمريكية إلى البلدان العربية من بوابة المملكة العربية السعودية والتي تعد قبلة الثقافة العربية وتستهدف الفعاليات المثيرة تعريف السعوديين بكافة الثقافات حول العالم وتخوف العديد من المواطنين في كافة أنحاء المملكة من إمكانية نصب مثل هذه التمثيل في الشوارع والميدين العامة والتي حذر منها الرسول الكريم في أحد أحاديثه وكانت السعودية حتى وقت قريب البلد الوحيد حول العالم تقريباً التي تنصب التمثيل المجسمة على أرضها وهاجم البعض الفعالية الثقافية بضراوة باعتبارها بوابة لإعادة نصب الأصنام في بلد الحرمين الشريفين بعد من عدم وجودها في جزيرة العرب منذ أكثر من 1400 عام ولا يحبذ العديد من المواطنين فكرة نصب التمثيل في المملكة حتى لو كان ذلك تمثال الحرية الذي تسعى نفوس البعض للذهاب إلى أمريكا لمجرد رؤيته فقط ومع الحملة الشرسة التي قادتها منصات التواصل الاجتماعي على ظهور التمثال غير المرحب به بالقرب من الحرمين الشريفين أدركت أمانة جدة حجم الانزعاج الكبير الذي تسبب به نصب تمثال الحرية الأمريكية على واجهة كورنيش المدينة الساحلية والتي تتبع إدارياً مدينة مكة المكرمة لكن في الجهة المقابلة كانت هناك بعض الأصوات المرحبة بالفعالية الثقافية واستدعوات بأن تكون مدينة جدة تحاكي في جمالها مدن أمريكية مثل لاس فيغاس وليس أنجلس كما رد البعض على مزاعب نصب الأصنام أن تمثال الحرية تم نصبه في نيويورك منذ أكثر من 34 عاماً ولم يفكر أحد في عبادته ولا حتى بالخطأ الجدير بالذكر أن تمثال الحرية الذي تم تنصيب آخر يحاكيه في واجهة كورنيش الحمراء بمدينة جدة أهدته فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 28 أكتوبر عام 1886 كهدية تذكارية وذلك بمناسبة الذكرى المئوية للثورة الأمريكية وللتأكيد على أواصر العلاقات التي تجمع البلدين واهتدى المسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع تمثال على واجهة مدينة نيويورك حتى يستقبل القادمين إليها من كافة بلدان العالم واستقر تمثال بموقعه المطل على خليج نيويورك بولاية نيويورك الأمريكية وذلك منذ سنوات عديدة لكنه ما زال قائماً خالداً في مكانه أما أنتم فما رأيكم في فكرة نصب تمثيل شهيرة في الشوارع والميادين العامة في السعودية